هو الصلبة هي جزء من الدولة وهي جزء من مؤسسات الدولة البعض يقترح كتلة تاريخية تضم الأحزاب المقاومة للانقلاب وفتح حوار قولك ضروري جدا اليوم فتح حوار مع هذه المؤسسات باعتبارها جزء من الدولة ونقعدوا الكل على الطاولة ونحكيهم على مستقبل البلاد ويكون علش ميكونش جزء هالجزء هذا من الدولة علش نحكيه كان تحت الطاولة علش ميحكيهش بوضوح قدم العالم وجزء من الدولة هذة يتحمل مسؤوليته في إنقاذ البلاد والمطلوب منكم منتوما كيش اوزا من المقاومة الرئيسية ان تفتح حوار مع هذه ما سميته بعقل الدولة تشوف طبعا هو لن يكون هناك حل دون اني تكون هالأطراف هذة كلها في حالة معناه النضج عالية ومتقدمة نضج مش من حيث النضج العقلي لكن نضج العملية برمتها يعني اكيد هذه الجهات اخي تونس معناها من سيجد لها الحلول هل سيجد لها الحلول هذه ربما الميليشيا التي تلحق المعارضة في الشارع لا اكيد اجهزة الدولة واكيد القوة التي تمتلك الشارع والتي تمتلك الخيار وهناك شرعية راهو هناك ارادة اقول انا ارادة وقحة كذلك يعني انا الحقها الحقيقة واعتذر مرة اخرى على اعتماد هذه الكلمة لان الحقيقة بحث ولم اجد بديلا لها هذه الارادات التي تريد ان تنسي الناس انه هناك انتخابات ومحط انتخابية حصلت 2019 ان هناك مسار شرعي نحن لا نقول تلك الشرعية نتبنىها ونتكلم عنها وكأن شيئا لم يكن وكأنه معناه مسار حدث ولكن استاذ السميرة شنورة ببقية من هذه الشرعية اليوم احنا خضنا انتخابات جديدة على ابواب دورة ثانية من الانتخابات عنا دستور جديد اليوم دستور 2020 يعني ماذا بقية من شرعية 2019 حتى المؤسسات ومنظومة 2019 كل ما بني على منظومة 2019 تقريبا جرفه الانقلاب يعني ماذا بقية من هذه الشرعية التي تحكي عليها هذه السردية يريد اقناعنا بها الانقلاب واذرع الانقلاب للأسف موجودين سواء في الاحزاب سواء في الاعلام وللأسف نقول هذا في اغلبية في الاعلام هذا الكل هي سردية مرفوضة الحقيقة معناها وشوف مرددها لن ينجحوا في فرضها لان الشرعية شرعية فما الشرعية باقية وشرعية تنتهي الشرعية تنهيها شرعية اخرى والشرعية التي ينقلب عليها مش ممكن تجي تعوضها باي شرعية اخرى لانه راه الانقلاب يؤبد الشرعية ما لم تأتي شرعية حقيقية تمثل الشعب التونسي بطريقة شفافة برلمان 2019 برلمان قائم الذات والبرلمان هذا لكي لا ينسى او يتناسى من يريد ان يطوي هذه المحطة صوت على قانون وهو قانون دولة لم يعترف به الانقلاب لم ينشره في رأيه الرسمي هذه معناها امر هذا لا يعني الشرعية التاريخ عندما سيؤرخوا ما مش مش يقول والله فما قانون ولم يتم اصداره هذه تصبح ثانوية امام ارادة نواب الشعب الذين عبروا عنها ال 127 اللي حضروا في جلسة 30 مارس 2021 وابطلوا اجراءات قيس السعيد وابطلوا هذا ليس هذا فقط الشرعية الوطنية هذه دعمتها المحكمة الادارية في قرار وفي حكم اسفاقص دعمتها المحكمة الافريقية لحقوق الشعوب وهذه مؤسسة دولية معترف بها واستندت اليها قوى اخرى هي شريكنا الرئيسي تقريبا برلمان الاوروبي اعتمد على هذا الحكم يعني نجد القوى العاقلة الوطنية والقوى الدولية تعتبر هذا خروج على الشرعية وتنادي الجميع الى العودة الى خط الشرعية بمراجعات طبعا هذه المجموعة الوطنية ترى هذه المراجعات ولكن انه الكل معناها يقول هذا ونجد سلطة انقلاب في حالة انكارين تام يعني نجيدها لا تستمع لا ترى بالنسبة لها الانقلاب ماضي اعمل استفتاء فاشل يعني دستور لا يمثل الا صاحبه وصاحبه اللفه لوحده لم يستطع تحمل حتى شخصين معه لتأليف هذا الدستور لكي نحوصل هذا الكل يعني سردية انه هذا الانقلاب وهذه الشرعية انتهت هذه مرفوضة وهذه اجابة صندوق النقد الدولي سيا عمر يعني اجابة صندوق النقد الدولي بالك معناها جاوبونا لانه اشكال في تونس ولا تونس تغيرت اصبحت دولة اخرى او استبدلت شعبها او نخبتها معناها مرفوضة هذه مؤسسات تعملوا مع الشرعية هذه مؤسسات تعملوا مع من يلتزموا باسم هذا الشعب هذه مؤسسات متجيك شو معناه وانت كشخص انت تضمنه هيتي اليوم في الحكم وهم يعرفون وقعنا اكثر مما نعرف نحن احيانا فلن تلتزم معك انت شخص وليس لك لا دعم شعبي مشروعك سقط بالدور الاول في الانتخابات مشروعك سقط بمقاطعة الناس هذا مشروع لم يستبقي حتى من صوت له في الدور الاول لانتخابات الرئاسية فبتبعك الحال هذه الشرعية ما يمكن تكون الا موجودة هي يسوق انها انتهت لك هنا لم تنتهي هذا المجلس هذا المجلس معناها اصدر قانون هذا القانون ابطل كل ما اتى بعده وبتبعك الحال كل من يحاول ايجاد اخراج الان للازمة خارج هذا الاطار الرسمي فهو نقوله نحن يريد ان يطول عمر هذه الازمة